لكن احنا استاذ احمد كقيادة سياسية يا اخي القيادة السياسية احنا انا اخذ الوضع الاقتصادي من ابو الاقتصاد الوضع الاجتماعي من ابو الاجتماع الوضع المالي من ابو الامات الوضع الزراعي من ابو الزراعة الوضع الامني اخذ من قادة البلد الامنيين والعسكر هذا الكلام انا رجال مدني رئيس وزراء مدني قعدوا تفروا قدامي انتو اذا طلعت القوات الامريكية هل البلد مؤمن إذا طلع القوات التحالف هل البلد آمن هذا الجواب يجب أن يكون واضح ويعلن للرأي العام ونحن نتحمل مسؤولية ما يجري إذا تريد تشتغل سياقات صحيحة مو سياقات ما المدري وين زين هذا العمل من تجيب ناس مسؤولين عن أمن تجيبهم مختصين يحملوا شهادات في الأمن خليج كلية عسكرية أو كلية شرطة أو معادة من قومي زين مو يجب لي واحد فلان مخلص فلان كلية ويجيب مسؤول عن الأمن الله يخليك أستاذ أحمد لا تخلينا وبعدين القضاء حاضرنا ورأسنا فورا نلقي الدعاوي قدامنا فلا تخلينا نحكي الكلام أنا فقط الخلاصة راح أقول للك ياها من القادة الأمنيين يرفعون كتاب يقولون يابا إحنا مسؤولين عن أمن البلد وما نحتاج لا دعم جو ولا قوات التحالف هذاك الوقت أنا يكون قلبي مطمئن لأنه جاي وواصل هذا الكلام من قادة يعرفون وضعهم لكن أنا أقول لك سوف لن تسمع هذا رأيي أبدا ما حييت سوف لن تسمع هذا رأيي أبدا ما حييت